انتقد عمدة لندن السابق كين ليمينغستون ازدواجية تعاطي وسائل الإعلام مع التطرف قائلاً إن التطرف الإسلامي يأتي في صدر صفحات الجرائد بينما لا يحظى التطرف غير الإسلامي بالقدر نفسه من التغطية الإعلامية وأضاف العضو البارز في حزب العمال البريطاني أن فئة متطرفة صغيرة لا يمكن أن تمثل الإسلام كله كل دين فيه شريحة صغيرة جداً من المتطرفين رأينا ذلك في الولايات المتحدة في جماعة كوكلاكس كلان وكذلك في بورما هناك متطرفون بوذيون وشاهدنا في الهند المتطرفون الهندوس يهاجمون المسلمين أيضاً كل دين فيه فئة قليلة متطرفة الدين المسيحي لا يمكن أن يروج له عبر جماعة الكوكلاكس كلان وعنصريتهم والإسلام لا تمثله جماعة صغيرة متطرفة